مارت التجارة موسم تسويق الحنطة للعام الحالي في محافظة نينوى بعد يوم من بدء حملة حصاد الحنطة في قضاء مخمور التابع للمحافظة مع افتتاح موقع سايلو مخمور وبدء استلام الحنطة لتكون نينوى المحافظة الرابعة عشرة التي انضمت لموسم الخير والنجاح واعرب المدير العام للشركة الدكتور حيدر نور القرعاوي عن امله بانضمام كاركوكو محافظات اقليم كردستان الى رقع الجغرافية للتسويق للعام الحالي فيما شار الى تحويل مبلغ 30 مليار دينار الى فرع نينوى وموقعه قبل يومين من بدء الموسم مؤكدا اهتمام الحكومة بنينوى بالاضافة الى اصرارها على اعادتها الى ان تكون سلة العراق الاولى كما كانت افتتاح سايلو مخمور هذا العام وافتتاح الاستلام الحنطة في محافظة نينوى اليوم باذن الله تم استلام اكثر من كمية حوالي اكثر من 5 الى 10 سيارات الان موجودة في السايلو اه بدء هذا الموسم ونأمل ان يكون هذا موسم خير ونجاح كما تم تسميته في الشركة العامة لتجارتي بحبوب واليوم في محافظة نينوى وباذن الله راح تصير المحافظة الاربع طعش تسلم كميات الحنطة بقاننا تقريبا اربع محافظات اللي هي كاركوك وادهوك واربيل وسليمانية خلال الايام القادمة باذن الله سوف يتم فتحها وفرنا 30 مليار دينار الى محافظة نينوى منها 10 مليار لمخمور باعتبار مخمور فرق من فروع محافظة نينوى اللي راح يسوق كميات كبيرة العام الماضي تم اليوم الموقف 13-5 افتتاح التسويق على بركة الله في سائله ومخمور طبعا عندنا سيارات بالسرواكبات اليوم ان شاء الله يعني حسب توجيهات الاستاذ حيدر نوري اي مزارع ما يطلع منها الا ياخذ سكو يعني رصدت مبالغ والاشعار وصل للبنك هناك توجيه من قبل دولة رئيس الوزراء المحترم وتوجيه من قبل معالي السيد الوزير المحترم ومن السيد المحافظ المحترم بتقديم كافة التسهيلات والخدمات للفلاحين من اجل انجاع هذا الموسم ليكون عاما وموسما خير وبركة على الجميع لتأمين السلة الغذائية ليس فقط على عمو المحافظة وانما على العراق لتعود نينوى كسابق عهدها سلة خبز العراق